خليفة عمر رضي الله عنه كان يوبخ النبي ويقول لـ مات اعمل هيك لااشي عملت هيك ويتحدث ان عمر اشار على النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلي على المنافق عبدولا ابن قبيه ابن سلون والنبي اراد ان يصلي عليه وصل ليه عمر عمل كده ولين نبي عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم بـ المؤمنين رءوف رحيم فكان رحيم حتى مع هذا المنافق اراد لعل الله سبحانه وتعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعاً له واللقاء أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وعمر يرى أن رحمة النبي الشديدة هذه لا يستحق فلان هذا هيجي واحد يقول لي يعني يمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه هقول لك آه طب حكم من مسك النبي من ثوبه في أمر هكذا يقول لك آه قافر عشان يكفر عمر بن الخطار هقول له طب حكم موسى عليه السلام حينما مسك بلحية معصوم وأخذه يجره إليه كما في القرآن الكريم حينما أخذ موسى عليه السلام برأس أخيه المعصوم يجره إليه هتكفر موسى الآن؟ لا هيسكت